أستاذ جمال خليني أبدأ مع حضرتك أو مع حضراتكم أهم الرسائل للكابتن محمود الخطير في كلمته اللي كانت على شاشة قناة النادي الأهلي لمدة ساعة على معتدار يعني 59 ديار بزرط طبعا مبدئيا الكلمة جات في وقتها جدا للإجابة عن الكثير من التساؤلات والأشياء اللي هي بتشغل بال كل مشجعين الأهلي وكل جماهيره والحقيقة أنه بعض الناس اللي بيحاولوا يصوروا أن الرسائل ما كانتش واضحة كانت واضحة جدا ومحددة وقاطعة وتحدد موقف النادي الأهلي اللي هو دايما بيعتمد على الصوت الهادي يعني لما حصل قبل كده مؤتمر صحفي ردا على المشاكل اللي كانت مع الاتحاد الأفريقي ونهائي دوري أبطال أفريقيا برضو كان فيه رسائل محددة وواضحة وتم الاستجابة لمعظم هذه الأشياء وهنا ده لازم نقول أنه يعني أنت مش مطلوب منك كنادي أن أنت تخلي الناس تستجيب لك بمعنى إيه؟ يجب على الطرف الآخر أنه هو يستجيب بما فيه مصلحة اللعبة الحالي فصد ليس فرض رأيي لكن هو حق من حقوق نادي يتبع الاتحاد الأفريقي فقال يا جماعة قد يكون النظام أفضل لو اتعملت مباراتين قدر المباراة الاتحاد الأفريقي درس الأمر لأن الأمر صح استجاب أنا عايز أقول كمان أنه مش عيب في لا وقال أن الأهل محقق وقال أن الأهل محقق على رأيك أنا لسا أكملها أنا بقول أن أنا مش عيب في أن أنا ما أقنعتكش بوجهة نظري لأن المفروض الاتحاد الأفريقي كمسؤول عن اللعبة في القرى الأفريقية بيستمع إلى وجهات النظر اللي بيلاقيها مقنعة وبياخد بيها ويستبعد الأشياء الأخرى نفس الشيء اتحاد الكرة المصري يجب أنه هو يستمع يعني مثلا من ضمن الحاجات الإداءة مثل كابتن محمود الخطيب في الكلمة بتاعته أنه هو عمل مقارنة بين موقف الاتحاد الأفريقي من الرسائل الآلي بعضها وموقف الاتحاد المصري من الرسائل للنادي الآلي لكن هي برضا أستاذ جمال وما عرفش برضو حضراتكم يقول لي في هذا الأمر تحديدا في هذا الأمر هو برضو مرة تانية هو ليس فرض رأي لأ ولكن هو أصل الناس فاكرة أنه لما نلقى بيفرض رأي أبدا أنا راجل أدبع أنا كنادي أهلي أو كمؤسسة أدبع لمن ما والدليل على كده الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لا أنا دخلنا في الاتحاد المصري دلوقتي الاتحاد المصري دلوقتي مطالب إحنا كنادي النادي الآلي شايف أن هناك قصور كبير جدا في لجنة التحكيم لا لا ده في حاجة كمان يا كابتن إسلام هو مش النادي الآلي فقط هو اللي حاسس بأن فيه قصور اتحاد الكرة نفسه حاسس أن فيه قصور بدليل أنه هو اللي فكر يجيب كلاتنبرج الإنجليزي للإشراف على تطوير التحكيم وهنا برضو نقطة تانية مهمة هل كلاتنبرج ده هيجي يشتغل هو ويحط سياسة لوحده وينفزها ولا هيبقى معاه برضو مجموعة مصريين الناس بتشتكي منهم أين كان أسمعهم منه ترجمة نانسي قنقر